السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم الى هذا البرنامج الدين والحياة غايتنا ان نتفقها في الدين ونتبين احكام الشريعة الاسلامية عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فليوفقوا في الدين فكل حلقة ان شاء الله نتناول قضية من قضايا الشريعة نبين فيها احكام الدين بشكل بسيط اعتمادا على الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمقاصد العليا للشريعة موضوعنا اليوم عن العقيقة احكام العقيقة واستقبال المولود الجديد عادة الانسان يرزق بمولود ويتساءل ما هي الاحكام الشرعية التي شرعها ربنا عز وجل لاستقبال هذا المولود وما هي احكام العقيقة اول شيء لابد ان نشكر الله تعالى على عطائه ونعمه لان كل مولود سواء كان ذكرا او انتا هو هبة من الرحمن يهب لمن يشاء انثى ويهب لمن يشاء الذكورة او يزوجهم ذكرانا وانثى ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى هو عليم قدير له كامل السلطة وله كامل القدرة والاختيار كل ما فعله ربك خير فاذا رزقت بالمولود فعليك ان تشكر لانه اعطاك نعمة عظيمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا اذا جاء المولود اول شيء نقوم به هو ان نشكر ربنا عز وجل نكتر من الشكر نكتر من الحمد نكتر من الابتغال لالعطاء الالهي ثم نبدأ نستقبل المولود فنؤذن له في الاذن اليمنى ونقيم له الصلاة في الاذن اليسرى هذا من السنة لماذا الاذان في الاذن اليمنى واقامة الصلاة في الاذن اليسرى حتى يطبع ويجبل ويفطر على الايمان واليقين اول من يدخل الى دهنه الدهن لا زال خاليا والعقل الباطن لا زال فارغا فاول ما يسجل في هذا الجسد في عقله وفكره وباطنه هي شعار الاسلام الله اكبر الله اكبر تكبير وتعزيز لمقام الالوهية الكبرياء لله العظمة لله وحده لا شريك له ثم لما نقول اشهد ان لا اله ادى الله واشهد ان محمد رسول الله هذا الشعار الدين يعني منهجنا هو اتباع الله تعالى على سنة نبيه ثم بقية الكلام المشهور في الاذان والاقامة وهذا الامر هو يحمي المولود من مكائد الشيطان لان المولود يصاب بمس الكبار عندهم ما يسمى بالمس العشق او المس الذي يؤتي الوساوس الناس مرضى بالوساوس والاطفال الصغار عندهم ما يسمى بام الصبيان قد قبعد الاطفال الصغار يبدأون بالصراخ وبالعويل بالليل والنهار في كل وقت وحين فحينما نؤدل لهم في الاذن اليمنى ونقيم لهم الصلاة في الاذن اليسرى فانه يحمى من ام الصبيان ام الصبيان هي روح خبيثة كتخز الاطفال وكتشعرون بالألم ثم نقرأ عليه ما تيسر من كلام الله تعالى كله نور وبركة بعد ذلك نحنك له فمه بثمرات هذا من السنة نأخذ قطعة من التمر ثم نضعه في ايدنا ونحنك نستاكله في فمه يمين وشمال لماذا؟ قيل لان هذا الثمر فيه واحد المادة للغليكوز وهي سكرية طبيعية والمولود يحتاجه الى ذلك خصوصا وانه يجرح في القصبة الهوائية ديالو لما يستنشق الهواء اول مرة لانه كان في بطن امه محميا لا يشعر بتعب ولا بمشقة وعنده كمية الهواء المناسبة الان خرج الى الهواء الطبيعي فقد يجرح في قصبة الهوائية لما نستعمل له هذا التمر نحنك له فمه بتمارات هذه المادة للسكرية الطبيعية كتخليه يشعر بالاريحية ولا يشعر بالألم ثم هذا التمر يخليك لا محلو يعني فيما بعد يخليه حلو لذا التمر مزيد تأكل المرأة عند الحمل وعند الوضع وايضا نحنك للمولود فمه بتمارات وفي القرآن العظيم يقول ربنا عز وجل للسيدة مريم العذراء وهزي اليك بجدعي نخلي تساقط عليك رطبا جانية فكلي واشربي وقرعينا فالتمر يعطي واحد الانطباع على ان كلامه حلو صورته حلوة مقامه حلو بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك نقوم بحلق شعره في اليوم السابع اليوم السابع نحلق له شعره وحلق الشعر هو ايضا فيه بركة لانه في تيمنا ان الله تعالى يعيد له حياة جديدة لما الشعر في رأسه ذلك الشعر ذي البطن الشعر ذي الكرش لابد ان يزول وكأن الارض لما يقوم الفلاح باعادة تقليب التربة ويحرتها انما يريد ان يعيد المواد الكيموية لاستعرض التربة الى اشعة الشمس ويقع النبات ويقع الكلأ هكذا الشعر نقوم بحلق شعره ومن السنة ان الحلق يكون بالتسمية بسم الله الله اكبر وكيبدأ الامر من اليمين بالشق الايمان ثم الشق الايسر ويجمع ذلك الشعر ويعبر عند صاحب الدهب ويخرج مالا تقريبا غالي يكون واحد ميتين درهم تقريبا لمقدر يقوم بالإجراء بشعر الدهب ويعبره يعني يقدره في حدود مية وخمسين الى ميتين درهم يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين ثم بعد ذلك يعق عنه الحقيقة ضرورية ومؤكدة هي للاستحباب لأن الاحكام الشرعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب العقيقة هي مستحبة لكن استحباب قوي كتسمى استحباب للسنية ليس للوجوب والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا للذكر شاتاني وللأنت شات واحدة ملك يكون مولو الدكر كان نبحوله ججد الحوال وإذا كان أنت كان نبحوله حولي واحد طبعا هذا ليس تمييز بين الذكر والأنت وإنما هو من باب ربنا يشرع فالأنت ما زال كتسال واحد ضحية أخرى هي أنها لما تكبر تيمن أنها قد تكبر بسرعة وقد تزوج والخطيب ديالها سوف يأتي بشات فالخطيب اللي كي بغي يخطب وكي بغي تزوج قال لي التمس ولو خاتم من حديد وأولم ولو بشات هي الضروبة كي جيب العريس فيما بعد ولهذا دك المولود اللي عنده شاتان هو لا يخلص فيما بعد هذا الشات هي لكان توأم أحداثا توأم لكان توأم ذكرين يعني كبشين كبشين كما فعل النبي الكريم مع سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام ضحى بكبشيني كبشيني لكل دكار كبشين كبشين إما إلا كانت توأم أنت كانت تكون كبش لكل واحدة وطبعا الأضحية أو العقيقة عند أحكام الأضحية يعني كيكون إما بالماعز أو الضأن اللي هو الكبش أو البقار أو الإيبل البقار يخص يكون عنده سنتين والإيبل استوفى خمس سنوات والشات استوفت سنة واحدة وخص تكون سليمة من العيوب يعني لا يجوز العوراء البين عوروها ولا العرجاء البين عراجوها ولا الهزيلة التي عجفا لا ينبغي أن تكون واحدة العقيقة بحل الأضحية تكون سليمة من العيوب وتكون جميلة وتعق على هذا المولود يوم سابعه سبوع ديالو إذا تعذر يوم السابع فيكون يوم الرابع عشر فإن تعذر يوم الرابع عشر فليكون يوم الواحد والعشرين فإن تعذر في أي وقت أو حين وهذه الدبحة هي من السنة أن الجزار لغديد بحاب خص يكون متوضي نلتمس فيه الخير ويسمي الله تعالى بسم الله تبارك الله لما إن صلاتي ونسكي ومحيي وماتي الله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وينحارها وحينما يقوم بتقطعها من السنة اللا يكسر عظمها يكون جزار فنان كي تبع المفاصل ديالها دون تكسير العظم وهذه العقيقة فيها شكر لله تعالى ربنا أعطاك مولود هو عبارة عن لحم وشحم وعظم وأعصاب وانتكت فديه كأنه فديه تفديه بإراقة الدم وهذه العقيقة فيها معاني كثيرة الإنسان لما يقيمها له أن يأكل منها له أن يهدي منها له أن يصدق منها ومن السنة أن يجمع الأهل والأحباب للطعام كي كنت كافر الاجتماعي يدعى إليه العائلة والأحباب والأصدقاء والجيران ويتصدق منها للفقراء والمساكين فالحقيقة هي نوع من التكافر الاجتماعي صناعة الطعام هو كل خير في الإسلام عندنا مناسبات كثيرة دائما الإسلام يشجع على المناسبات لفي الإطعام يتجمع الناس للإطعام في أي مناسبة طيبة كل خير ثم بعد ذلك نقوم بالتسمية هذا المولود نختار له إسما وخير الأسماء ما حمد وعبد يعني أفضل الأسماء أن تقول عبد الله عبد الرحمن هذا هو أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن وبعدهم الأسماء الحسنة عبد اللطيف عبد الرحيم عبد الكريم عبد الجبار كل هذه الأسماء طيبة ما دمت فيها التعبيد لله ما عبد وحمد حمد يعني محمد أو أحمد أو محمود أو حماد أو غيرها من الأسماء كلها مشتقة من اسم محمد ما عبد وحمد ويليغى بعد ذلك أسماء الأنبياء والمرسلين يسمى موسى وعيسى وإبراهيم وإدريس وعمران وغير من أسماء الأنبياء كلها تأتي في الدرجة الثالثة بعدما حمد وعبد ثم بعد ذلك ممكن أسماء الصحابة رضي الله عنهم حمزة عمار ياسر هريرة أو غير ذلك من الأسماء الجميلة للصحابة الكرام ثم بعد ذلك أسماء العلماء والصلحاء مثل أن مالك وحنيفة وغير من الأسماء المعروفة من الفقهاء والعلماء والصلحاء المعروفين في التاريخ ثم بعد ذلك أي اسم آخر يحمل معاني جميلة اسم يحمل معاني جميلة إذا كانت أنت عادة الناس المسلمون والمغربة على وجه الخصوص إذا كانت أنت مبكرة كاسم وفاطمة الزهراء تيمنا بفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان المولود دكر أول مولود يسمى محمد تيمنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان توأم يسمى الحسن والحسين تيمنا بالصبطين الأكرمين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن كانت توأم أنت صفا ومروى تيمنا بإن الصفا والمروة من شعائر الله هذه كلها خير بإذن الله فالنساء نختار لهم أسماء الصحابيات خديجة وعائشة وزينب وغير من أسماء الصحابيات الجليلات فإن لم يكن أسماء الصالحات في التاريخ هناك نساء صالحات فاضلات فإن لم يكن فالأسماء التي تحمل معاني جميلة عفاف أو سارة أو غير من الأسماء الجميلة ونتجنب الأسماء التي هي محرمة كأسماء المشركين تسمي اسم اسم مسيحي أو نس إيارة أو جاكلين أو غيرها هذا لا يمغي في الأمة الإسلامية أو أسماء الطغاة كفرعون وهامان وقارون هذه أسماء محرمة لأن تحمل أسماء الطغاة أو أسماء التي توحي بنوع من الفسق والفجور كانت تسمى مثلا ناهد أو أو أسم أسماء فيها نوع من الهيام فيها نوع من العشق تفقد الإحترام فالإنسان دائما يختار الأسماء الجميلة التي تبقى للمولود بعد ذلك إذا كان المولود ذكر أنه يختن يختن فالختن هو أيضا من سنن الفطرة له أن يختنه في أول أسماء الأول ممكن أن يختنه بعد الأسماء الأول في الأربعين هو حر حسب فهو استحباب أي وقت ختنته فهو استحباب ويكون وجوبا لما يبلغ البلوغ حينما يشك البلوغ عنده عشر 11 سنة 12 سنة صار واجبا ولكن قبل ذلك أي وقت اخترته في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني في الأربعين كله خير والطبيب هو أعلم كيدر تحليل الدموية للمولود وكلقى بأنه ما عندوش مثلا شي فقر دم أو شي حاجة اللي هي مؤثرة فيقوم بختانه الختان يبغي أن يكون مستورا ما يعرفوش الناس يكون مستور حماية للمولود لأنه قد يتعرضوا للعين أما العقيقة مثل الزواج يكون فيها الإشهار ويكون فيها الإعلان ويجمع لها الأهل والأحباب ويعقلها كتكون دبيحة هذه الدبيحة هي كتحمي من العين بحال في الزواج الزواج كتنجلوا الدبيحة لماذا؟ يراقتوا الدم كنحميوا العروسة من العين وكنحميوا العائلة ديلها من العين كيكون الشاعر كبير الناس صرفوا في أموال طائلة وبغيروا يفرحوا قد يصابون بالعين ولكن لما كنجلوا الدبيحة لله ويراقوا الدم يحمي من العين كذلك العقيقة كتكون تجمع العائلية وكيكون مظاهر الاحتفال ولكن لما نعقوا الدم يحمي من العين العائلة والأحباب كيقولوا للأهل السنة النبوية الدعاء المأتور بوركت في الموهوب وشكرت الواهبة وبلغ أشده ورزقت بره هكذا من السنة النبوية قلوا للوالدين ديل المولود السنة النبوية بوركت في الموهوب وشكرت الواهب هو الله تعالى وبلغ أشده ورزقت بره لمعرفش يقول الله يبارك الله يزيد في الخير وهذه نعمة عظيمة فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأولاد والبنات ونحن إن شاء الله تعالى في كل حلقة من هذه الحلقات نتناول قضية من قضايا الدين لعند ارتباط بالحياة ونشرحها فقهيا نبقى دائما مع القرآن العظيم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة العليا وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر